اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونتمنى الله سبحانه وتعالى تعمم هذه القضية في جميع القيادات وفي جميع اللي عندهم الشحاسي إما يسدوه إما يردموه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستهين يهدين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم ذوبي عليهم ولا الضالين آمين عندنا هذه الحواسي نقوم بواحد الحملة لردم هذه القبار هذه الخالية اللي ما بقيتش قيد الاستعمال وكنتمنى إن شاء الله باش يتبلعوا كاملين باش ما تكون عندنا حتى شي مشاكل هنا ورح نخدامين الحواسي اللي خدامين فيهم راهم مارش مارش اللي مخدامش رحنا غاد نبلعوا كل شي إن شاء الله بحالة نحن نبلعين كل شي ولكن بالنسبة لشي حواسي اللي ما مردوا من شول غاد نقوموا بردم حتى ديالهم حتى عومين شاء الله باش من نوقعوش بشي مشاكل ولا شي حاجة والأمور ما شية بخير الحمد لله احنا يا أبناء مدينة جرادة عنا بزاف الآبار هنا عنا تعاونيات رئيس تيحد ديالنا يعني خدامين كاملين بالحكم ديال انه ذاك الفاجعة اللي وقعت الطفل رايان اللي كان قدموا لهم هدلما بارح المرحпات عليه اللّها راحمه وستعى عليه اللّه يجعلها طير من طوير الجنة وحنا يدرنا واحد الحملة ان شاء الله بيننا كابناء من ديالت جرادة باش نقوموا بواحد نردموا قاع العابار اللي ما اللي ما صالحاش لم اخدام 상 for nothing لأنهم كيموتوا فيها الأبناء بياننا كيموتوا فيها الأخوة بياننا وحنا تسرنا وحنا بحنا الحملة ان شاء الله اللي بدات من هار 3 اللي راحنا في عدد الآبار الذين اردمناه بالفضل السلوطات دينة جرادة والإخوان الذين كاملين رهم معنا هنا الذين تضامنوا مع هذا الطفل والذين لا لديوا شي حاسي مخدمش سوف يردموا إن شاء الله سوف نردموا هذا الآبار الذي لم يخدمه سوف نردمها إن شاء الله تضامنا مع هذا الطفل ريال اللي الرحمة والسعي